ستيف جوبس كلها تم فكره انه هو بشركة قبل طالما نجاح فمعناتها هو انسان جيد جدا وقدوة للجميع ولكن على العكس من هيك كان ستيف جوبس ابناك الزوج سيء مدمن انسان سيء بكافة جوانب الحياة العملية والشخصية والهدف من اني غطي هالموضوع هذا هو كتير اشخاص ما بتشوف غير كاتبين مقارات عنه غير كاتبين امور جيدة كل الصفات الجيدة عنه بالرغم انه هو معترف انه فيه كتير صفات سيئة وانه هو انسان نوعا ما شرير واكيد مغلط نهائيا ناخد الالهام من نجاحاته بالمواضيع النجاح فيها ولكن اخلاقيا كقدوة وكقيادة ابدا ما لازم نهائيا ننظر له بعين الاعتبار او بالعين الايجابية هنحكي عن سلبيات وعناحيتين اول ناحية من ناحية العملية او ناحية شغله تاني موضوع من ناحية الشخصية او العائلية هنتفي بالذكر ثلاث جوانب من كل منا والا الانترنت مليء بعشرات الامور والجوانب السيئة فبدون اي تأخير اشتراك تفعيل زر الجرس شكرا كتير على الدعم كنتوا على الفيسبوك نفس الموضوع واهلا وسهلا فيك وانب قصتك تخيل انتوا فريق عمل اشتغلتوا لساعات طويلة بدون نوم لفترات طويلة لحتى تجيبوا له جهاز الايبود لمدير الشركة كان مدير الشركة كل استخفاف طلع في هيك ما معنى انه اللون شغل كون سيء جدا جدا لابعد الحدود والجهاز كتير كتير تقيل وما عاجب نشغل نهائيا وشالوا زدته بالموي فطالع فقاعات فقال لون هالفقاعات هاي ما عادة في محل فاضي بدي اياكم تحطوا الجهاز يكون متكامل مية بالمية وما اعطاهم اي كلمة والله يعطيكون العافي مع الا وشبه هددون اذا ما زبطوا الامور متل ما بدي حيكون المصير كون اضطرد واضطروا المهندسين يرجعوا يبنوهم الصفر لانه ما عاجبتوا نهائيا لحتى تطلعوننا بالايبود النسخة الاولى الاكيد في ناس كتير حتقول لو ما عمل هيك ما كانوا تطلعوا لا ابدا في كتير قياديين حفزوا للاشخاص اللي عندون عطوهم مهارات وعطوهم انه يعطوهم نوعا ما نوع من الحرية بالمقابل انه يبدعوا وبمشكلة تانية صادفته اثناء عمله ظروف لا انسانية نهائيا بمعامل شركة أبن اللي كانت محل ما تصنع الاجهزة فوكس كون بالصين وكان 18 شخص حاولوا الانتحار 14 شخص منهم ماتوا وبقي اربعة فقط على قيد الحياة اجلوا عنده قالوا المشكلة هيك هيك فكان ردوا بكل بساطة كل برود عصاب حطوا داير المبنى كله يعطوا شبكة بحيث اللي بده يحاول الانتحار ما يموت يعني اجابته او تفكيره ما في نهائيا اي رحمة بالناس اللي كانوا يعملوا بظروف ما نانسانية نهائيا وما رح طول عليكم الفيديو لو بديتوا للمحا فوت بالتفاصيل ولكن ظروف اكثر من عبودية وتخيلوا كمان عملوا مشروع جديد اللي كان اسمه موبليم بالعام 2008 قدموا مجموعة خدمات ولكن هذا المشروع ما اشتغل مزبوط يعني كان يعطي شوية مشاكل وكان يعني خدمة متطورة جدا بوقتها واجباري حيكون في بعض المشاكل بالنسخة التجربية مثل ما كل متابعي التقنية بيعرفوا ولكن ما كان ابدا هذا رأيه له ستيف جوبس ابدا قال له ان جابه لعنده لكل الفريق وقال له ليش هذا النظام هيك عم يشتغل فقالوا له انه هذا هيك بالبداية وحنصلحه فان هذا الامر ما نمقبول نهائيا والغى المشروع كلياته وطرد كل العاملين قدام كل اعضاء شركة قبل طردهم كلياته من المشروع ومن الشركة كلياته فكان ابدا ما عنده اي رحمة ما عنده اي تعامل بانسانية مع اي حدي بشركته يتعامل بعند جهية لابعد الحدود والاكتر من هيك كتير الموظفين طردهم بدون اي تعويضات بدون اي شي نهائيا ومحاكم وكذا وما عطاهم شي ومن كل ما سبق من لايه انه كان شخصية نرجسية لابعد الحدود بيتطلع على حاله فوقية وعنده استخفاف بكل شي حواليه ودائما ما كان بيميل لفتل تدوير الحقائق وطيفيها حتى بعرضه اتعرض اول ايفون ما كان الايفون بيشتغل بسلاسة انما عمل خدعة وشو صغير لحتى يبين انه الجهاز بيشتغل بسلاسة وكان ياخد حبوب مخدر ويقولها الحبوب هاي بتعطيه مزاج هادي وبتساعده على التطوير اما بالنسبة لحياته الشخصية مع زوجته وبنته ليزا فكان جدا 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 دنيء الابعد الحدود ما ممكن تتخيل الموقف اللي صار اطلقت شركة ابي الاول جهاز ده له وسمته ليزا فرحت بنته كتير وفكرت انه سمى للجهاز على اسمه وان كان ما نسمى على اسمه مسايرة لابنته لازم ايه سميته على اسمك ولكن هجيت لعنده وشكرته انا ما سميته على اسمك نهائيا انما كان صاد صدفة اسم ليزا اول احرف من هالكلمة هاي اللي شايفين قدامكم فكسر بخاطر البنت كان عنده سيارة بورش كان دائما السيارة بس تنجرح جرح بسيط يرميها فاجت بنته وترجيت بترجي انه يعطيه سيارته ولكن الاسباب ما رضي يعطيه سيارته نهائيا وانلا ما حتورتي مني شي ولا تحلم يتاخدي مني شي نهائيا وهذا الحقيقي المعروف بامكانكم اندوروا على جوجل وتشوفوا حتى انه هي واما طلق الاما وكما معيشوا على المساعدات الاجتماعية تخيلوا حتى اكتر من هيك رفض يعترف ببنته وقال له زوجته او طريقته قال له هاي البنت معنا بنتي حتى عملت له فحص DNA واثبتت له انه بنته وبالرغم من هيك ما عطاها اي ريء حلو ما عطاها اي وجه اما عن تصرفاته اللي اخلاقية فبترفع من هالمنبر هذا احكي عنا فكان تصرفاته اخلاقية جدا جدا دنيئة مع بنته ومرته ادوروا على جوجل بتشوفوا فبرايكون الشخصي بتستحقك شخصية تكون قيادة ولو نجحت بعالم الاعمال وعالم البزنس وعالم التكنولوجيا ولكن بعد كل شي سمعتوه اذا وصلت لهون ما زلت تكن الاحترام والتقدير لهالشخص هذا اولا اكتبوا لي بالتعليقات شكرا اكتير على المشاهدة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما تنسوا اللايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس على الفيسبوك مشاهدة اولا اعجاب الصفحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته